بعد رحلة استغرقت تسعة أعوام وصل المسبار الأمريكي نيو هورايزنز إلى أقرب نقطة من الكوكب القزم بلوتو في مهمة تاريخية تجري على بعد خمسة مليارات كيلوماتر من كوكب الأرض ويتحرك المسبار بسرعة تسعة وأربعين ألفاً وستمائة كيلوماتر في الساعة مقترباً من الكوكب القزم الغامض وأقماره الخمسة ليقترب منه حتى مسافة عشرة ألاف كيلومتر ينتظر العلماء من مهمة نيو هورايزنز التي كلفت سبعمائة مليون دولار أن تزودهم بمعلومات حول التركيبة الجيولوجية لهذا الجرم وتكوين سطحه وحرارته وغلافه الجوي وعن الأقمار الخمسة التي تدور حوله وبدأ المسبار الذي أطلق في التاسع عشر من كانون الثاني عام 2006 بإرسال صور منذ شهر نيسان لكنها لم تكن دقيقة وواضحة إذ كان المسبار حين ذاك على بعد ثمانين مليون كيلومتر عن بلوتو ولا تقتصر محتويات نيو هورايزنز على الأجهزة والوسائل التقنية الخاصة بالرصد والدراسة بل ضمت إليها رمادة جثة الفلكي الأمريكي كلايت تومبو تكريماً لاكتشافه الكوكب القزم وتحمل المركبة الفضائية أيضاً أعلاماً للولايات المتحدة وعملات تذكارية لولايات فلوريدا حيث جرى إطلاقها إضافة إلى عملات تذكارية لولايات ميريلاند حيث جرى إنشاؤها وأقراص سيدي يحمل أحدها أسماء 434 ألف شخص يودون المشاركة ولو بأسمائهم في تلك المهمة الفضائية وأخرى تحمل صور المشاركين في المشروع وطبعاً تذكارياً يعود إلى عام 1991 يحمل عبارة بلوتو لم يكتشف بعد